هنرجع بعد كده نشوف بقية الأدوات بتاعتنا زي الجايوسفير تلاحظ ان الجايوسفير هي برضو كرة ولكن الجايوسفير فيها اوبشنز انك ممكن تحاول الكرة دي لحاجة اسمها التترب او حاجة اسمها الاكتر فده ممكن يغير تقسيمة التبولوجي نفسه واي اكشلي ده ممكن يديك اوبشنز في انك تلعب على شكل الماضي لنفسه مستقبلا وسي مثلا قللت السيجمانتز هنا ممكن تفهم يعني ايه تترا يعني ايه اوكتا بالشكل او بالطريقة اللي احنا شايفتها وبعد كده عندنا حاجة اسمها او الشكل الاستواني بيترسب عن طريق انك بتسحب قاعدة وتحدد الارتفاع وبعد كده بتدوس طبعا كليك مين عشان اخرج برى مود الرسم وبعد كده بتدوس كليك يا صار على قايمة الموديفاي ومن هنا اقدر اشوف قيم التعديل اظن القيم دي مفيش فيها حاجة جديدة لحد دلوقتي فمش هتكلم عليها انت المفروض تبقى فاهم هي بتاع بديل بعد كده عندنا حاجة اسمها التيوب التيوب دي هي سيلندر ولكن مفرغة فطريقة الرسمة هنا بتختلف شوية عشان تفهم تيوب بطريقة مظبوطة فانت بتعمل دراج بالشكل ده وبعد كده بتسيب الماوس وتعمل دراج كمان مرة عشان تحدد الريديس التاني بالشكل ده وبعد كده تدوس كليك وتسحب وتدوس كليك بالشكل ده فانت كده ابتديت تعمل التيوب نفس الكلامة هتلاقي ان في مجموعة من البرامترز بالشكل او بالطريقة اللي احنا شايفانها وبرضو اعتقد ان هي بتعبر عن نفسها او بتشرح نفسها هتبدأ تلاحظ ان في برضو اداء اسمها البرامترز ودي بترسم من مسمى الاداء بترسم هرم او شكل بقعدة مستطيلة او مربعة وبتنتهي على نقطة بالشكل ده وبرضو ليها مجموعة من القيم زي الود والديبت والهايت الود والديبت هي قيم بتتحكم في ابعاد القعدة والهايت هي قيمة بتتحكم في بعض رأس الهرم عن القعدة فكلها قيم برضو انت هتقدر تعمل تعديل عليها وتفهم هي بتعمل ايه فهينا لدينا حاجة اسمها التورس التورس هو حاجة عاملة زي دوناتس كده شوية مش هنستخدمها في المشروع بتاعنا عندنا بعد كده حاجة اسمها التيبوت التيبوت هو اكشلي بيرسم لك تيبوت او بيرسم لك بالرودشي اكشلي التيبوت القيمة اللي بتتحكم في مقاسه هي قيمة الريديس هوا بيتعامل بعض تيبوت على انه سيركل او سفير اكشلي التيبوت ليه برضو شوية برامترز زي انك انت ممكن تشيل الهاندل ممكن تشيل السبوت او تشيل اللد ممكن تشيل البادي اكشلي التيبوت معمول عشان تقدر تعمل اختبار للاضاءة او للمرحلة الرندرينج اكشلي هو معمول عشان هو في تكوين والتيبولوجي نوعا ما معقد شوية فيقدر يظهر لك الانعكاسات والانكسارات بطريقة تفهمك خصائص الخيمة اكشلي هو معمول بس عشان التجربة او عشان انك تستخدمه فانك تتست حاجات تانية لكن مش معمول عشان هترسم بيه حاجة يعني فده كده التيبوت وفاينلي عندنا هيا اسمها البلاين البلاين ده هو ببساطة shape 2D كأنه معمول له fill او معمول له surface او سطح بالشكل ده طبعا انت تقدر ترسم البلاين بتاعك واكشلي البلاين من الالوات المهمة والمفيدة لعمل الارضية فا اي مشروع بتقدر ترسم الارضية بتاعتك في البلاين واكشلي في البلاين هتلاحظ ان فيه مجموعة من القيم او البرامترز زي length والwidth والlength segments والwidth segments وواضح جدا انك انت مش هتبقى محتاج length segments في حاجة فممكن تبدأ تقالل القيم دي او تصفرها بشكل ده نلاحظ برضو ان فيه خطوة مهمة جدا اثناء تعديل القيم في البرامترز لو دست click mean على البرامتر بالشكل ده فهو بيحط اقل قيمة تقدر تتحط في الخانة بالنسبة للبرامتر يعني انا جيت في height segments دست click mean على ال spinner فحول لي القيمة بتاعتي لاقل قيمة ممكنة وهي الواحد يعني هو ما يقدرش يقلل عن واحد segment وفاينالي عنديلي حاجة اسمها text plus text plus actually انك انت تقدر ترسم منطقة تكتب فيها text بتاعك والtext بتاعك بيكون 3d فانا ممكن اعمل drag بالشكل ده وابدأ اعمل modify لتكست بلاس بالشكل ده وابدأ اخش جواهة modify اتلاحظ برضو في مجموعة من البرامترز الكتير مش عايزك تتلاقبط انت بس بكل بساطة هتفتح panel panel وتبدأ تدرس البرامترز خليني كده ازوم على التكست بلاس ده عن طريق ان ادوس زوم في الكيبورد عندي بالشكل ده وابدأ ادرس او افهم البرامترز دي بتعمل ايه؟ والله احبز ان فيه حاجة هنا اسمها الانتربلاشن الانتربلاشن هي قيمة مسؤولة عن نعومة الشكل فكل ما زودت الستيفس هنا كل ما اي كيرف موجود عندك في الموضل بتاعك كان ناعم اكتر عندك بعد كده حاجة اسمها اللي اوت في اللي اوت هنا انت تقدر تتحكم في مساحة او في حجم التكست عن طريق اللينس والويدز على سبيل المثال لو ابتديت اقبر اللينس او الويدز فانت ابتديت تزود بمساحة تقدر تكتب فيها كلام اكتر وهتلاقي بعد كده حاجة اسمها البرامترز ومن هنا تقدر تغير التكست بتاعك وليكن مثلا هسمي التكست بتاعي ثري دي اس ميكس بالشكل ده وهطلع بره البروبرتز او بره الكماند بان الفه بيسمع معي القيمة او ببساطة ممكن يدوس على انتر فهيسمع معي القيمة بالشكل ده ممكن طبعا اكمل الكتابة ولكن على حسب البروجيكت بتاعك شوف انت هتكتب هنا طبعا عندك الفونت والبرامترز الخاصة بالكتابة مش هنتعرض اليها لان هي بسيطة جدا وبعد كده عندك الجيومتري في الجيومتري هتلاقي فيه قيمة مهمة جدا وهي قيمة الاكسترود الاكسترود هي بتعبر عن ارتفاع المجسم نفسه او قيمة البروز للمجسم نفسه فهنا هنا من قيمة الاكسترود اقدر ازود الاسبينرز دي فاشوف ارتفاع للمجسم نفسه نراكس جدا في كلمة اكسترود لان الكلمة دي هتظهر معانا كتير جدا في ال 3dx ماكس واكشلي اهم الموديفاير موجود عندك في ال 3dx ماكس هو موديفاير الاكسترود وموديفاير بيدي ال 3d او الهايت للبودل بتاعك وبس كده فده التاكست بلاس ودي معظم الستاندرد برامترز الستاندرد برامترز هي الكور او هي الاساس لعمل اي فورب فانت لازم تبقى بتجرب على الستاندرد برامترز وقدر ترسمهم بطريقة سلسة اشتركوا في القناة